وياها لفيكم بقناة ساشا تيوب أسعد الله وقاتكم حبايبي اليوم رجعت لكم بقصة جديدة أتمنى تستمتعوا ولا تنسوا تدعموا قناتي باشتراك ولايك وشير واكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم وكل اللي جلسين يكتبون كومنتات تشجعني إني أكمل في قناتي الله يسعدكم ومر أحبكم ويلا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة أنا بنت الباحة البسيطة طفولتي ما بين مزرعتنا ومدرستي حياتي تفاصيلها بسيطة جميلة أنا بنت وسطانية عندي أربعة أخوان وأنا بعدي ثلاثة بنات وولد كبرنا على هذه الأرض في مزرعتنا كل ما تشتهي النفس أبوي مزارع بسيط أمي ما كانت متعلمة بس ربونا أحلى تربية وكنا متفوقين في المدرسة على شغل البيت والمزرعة كنا نمتلك بيت يعتبر الأجمل في كل قريتنا شرحة وسيعة وصلت ثالث ثانوي وكنت من أسعد البنات في جيل والحمد لله أنا جميلة جدا بشهادة الكل كنت بنت طموحة معادية أبدا رسامة موهوبة تخرجت بامتياز من ثالث ثانوي أبوي ما له أقارب لا أخوان ولا عيال عم عنده عمان فقط له عم توفى في الرياض وترك وراه بنت تزوجت بعمر صغير عمره كان 15 سنة كتب الله وتوفى زوجها وعندها ولد وبنت جلست في بيتها وكملت دراستها وتخرجت وتعينت وكونت مستقبلها ومستقبل عيالها إلى أن جاء اليوم اللي كان لأبوها عند أبوي قطعة أرض تواصل معها أبوي طبعا هي ما قد جاءت ديرتني أبدا من يوم تزوجت جاءت تبيع الأرض وكان مبلغها حلو عاد أبوي عزمهم للعشة وجاءت عندنا كانت إنسانة في كامل أناقتها هي وبنتها ومستغربين من ديرتنا ونظراتهم كانت فيها كبرية وشوفت نفس بس ما شاء الله جريئة ولسانها معسول قدمنا لها كل ما لده وطاب وأكرمناها باعوا أرضهم ورجعوا الرياض بعد أسبوع تقريبا جاء أبوي وقال يا بنتي أدري إنك متحمسة للجامعة والشور الأول والأخير شورك بس أم عبداللطيف بنت عمي خطبتك مني الولدها وأنا شفت الولد هادي وطيب وماشي في شور أمه قلت ودراستي طيب قال هذه الأمور فيها أخذ وعطى ونتفق إذا جاء إيش قلتي أنا داهم قلبي الحيرة والحزن وأول ما استشرت صديقاتي وبنات خالاتي الكل قال يوه مجنونة تضيعينه من يدك ولد عز وناس فخمة تردت كثير إنه مبتعث وبمجرد ما أوافق على الزواج رح أسافر معاه ومع أمه وأخته لأن حتى هم ودهم يدرسون زادت الحيرة في قلبي ودخلت في نوبه من التفكير العميق أنا اللي ما قلت تعدت رجلي قريتي أطلع منها على أمريكا كان وقتها إني أتخذ القرار أمر صعب جدا وكل تساؤلاتي كانت تركت كل بنات صديقاتها ومعارفها في الرياض وجدت علي أنا اللي تخطبني لولدها صح إني جميلة بس ما عندي حركات البنات صبغات وقصات وملابس مفتح الكل الصديق كان موافق أمي بس اللي ما ارتاحت للموضوع وكانت خايفة علي كثير بعد شهر تقريبا وافقنا وتمت النظرة الصديق كان عبداللطيف مرة جميل وأنيق وهنا أنا مرة انبسطت وفرحت وهذا كان حلمي ما أتزوج وما أأخذ أحد من قريتنا كنت أتمنى أطلع منها بأي طريقة وأعيش تجربة مختلفة وفعلا الشي اللي حدثت نفسي فيه كثير صار وتزوجت من خارج القرية جووا وقالوا لكم شهر تجاهد البنت نفسها إحنا رح نسافر بره هذا الأسبوع ما رح نحضر عرس عبداللطيف بينتظرها ويخلص إجراءات السفر وتسافر معاه زعلت أمي قالت صعب ما تحضرين زواج والذي قالت نكتفي بحفلة صغيرة سووها هذا الأسبوع أنا ما عندي أقارب أعزمهم وفعلا سوينا بعد الملكة بيوم حفل صغير عزمنا فيه أقاربنا وانتهت ليلة هادية حضروا فيها صديقاتي وانبسط معاهم أما أهل المعرس كانوا على الصامت ولا حتى احتكوا في أحد وفكروا يتعرفون أو يفرحون معانا عبداللطيف كان إنسان هادي ومسالم ملخص علاقة فيه يتصل عشان نشوف الإجراءات وترتيبات السفر كل ما للوقت يقرب وأنا كل ليلة دمعتي على خدي ندمانة كل ما أشوف أبوي وأمي وأدري أني بفارقهم وبروح لناس ثانية ومجتمع ثاني داخلي خوف ورهبة قدم على أمر مجهول ما أدري إش نهايته جاء اليوم المحدد اللي بيوديني أبوي المطار ومن وطار الباحة على جده ومن هناك بسافر أمريكا طلعت من بيتنا ودعت أمي وحضنتها وأخواتي وخالاتي وكنت منهارة مرة بشكل حتى إنهم خافوا علي ودعت الكل وأخواني وأبوي لف عني ما تحمل دموعي مشيت مع أخواني كنت أودع كل زاوية في قريتي أتذكر كل مكان اللي عبت فيه كل شجرة مريت من عندها أنا وصديقاتي كنت خايفة أكثر من إني بطخي على حياة جديدة أخواني كانوا حزينين بس أكتين ومتماسكين وصلت المطار ودعوني وركبوني الطيارة وقتها إنهارت وبكيت إلى أن جت لحظة الهبوط هنا حاولت أتماسك ولحظتها بس ندمت مرة أنا شلون وافقت على زواج كذا إش اللي حدني على قرار مثل كذا حسيت أني مسيرة ومو مخيرة أبدا لكن الحمد لله على كل حال وصلت جدا وكان بين رحلتي إلى الخارج ثلاث ساعات عزمني فيها عبداللطيف على قهوة وعشا كنت متنكدة وحزينة وبردانة ومرهقة شعور مختلط ما أقدر أوصفه ما صدقت خبر يجي النداع على الرحلة ومشينا قاعد أنتظر شيء مختلف وكأني أترقب الفرج ببداية جميلة مرت ساعات الرحلة الطويلة غلبني فيها النوم الطويل والحمد لله وصلت وأنا نفسية جدا أفضل وانشغلت في الحياة الجديدة وصلنا البيت وكانت أم زوجي وأختهم سافرين ولاية ثانية لإجراء مقابلة شخصية رجعوا لنا تقريبا بعد أسبوع واستقبلتهم بأنواع الطبخات والحلة أحس زوجي كان مبسوط بجيتهم وباستقبالي لهم وفي عيونه شيء يوده يثبت لهم خصوصا يوم أمه تمدح في طبخي وسنعي ويقول لها كل شيء مثل ما كنت أتمنى استغربت جدا بس توقعت أنه يقصدني أنه كان يتمنى مثلي مر شهر تقريبا يعملوني معاملة كويسة لكن حقيقة ملت الكل منشغل بدراسته ويجون على أكل جاهز وأنواع المشروبات وبيت نظيف لدرجة صاروا يعطوني في الليل تعليمات بوكسات الفطور تبعهم وأنا أحس النواجبي وأقوم فيه على أكمل وجه بعد شهرين كلمتني صديقتي قالت في معهد في نفس ولايتك روح يسجل فيه بحكم أنك مع مبتعت رح يعطونيك رسوم بسيطة للدراسة أمست مرة وكلمتوا أول شيء قالوا أكلم أمي وردلك خبر كلم أمي وأنا أسمعهم ثار غضبها وقالت خير أنا زوجتك إياها عشان نجي على أكل نظيف وبيت ما أحب أكل المطاعم أخذت لك بنت قرية طبخ ونفخ لجل تحمد ربي طلعناها من الفقر اللي كانت عايشة فيه عرفناها على بر الصندوق اللي كانت عايشة فيه الآن تبقى تدرس مين ينظف ومين يطبخ لنا هنا انصدمت مرة جاء عندي وقال طيب أبشري بكرة أسجلك طبعا أنا ما علمت أني سمعتهم جاءني اليوم الثاني وقال لي ما قابلك هنا قررت أني أتحرر منهم بأي طريقة صاروا يجون وأنا ما سويت أكل أقول لهم تعبانة في البداية كانوا يبضايقون بعدها صارت عمتي تجيين مع الصباح خير كل يوم تعبانة آخرتها حصل بيننا مشادات كلامية وبكل حقارة قالت أنا ما جبتك وزوجتك ولدي إلا عشان تطبخين وتنظفين ولا أنت مو كفو أزوجك ولدي لو ما تنفذين ما رح يصلك خير وتلماني طابخ لكم رجعوني قريتي هنا بكل برود قالت انقلعي ومسكتني مع ملابسي وطلعتني برى البيت ولدها وبنتها يحاولون فيها بسم عصبة وتصارخ أنا عيني في زوجي أناظره وين رجولته جلست بره وكان الحي موحش تذكرت أمي وأهلي بكيت بحرقة ما لي ملجأ إلا الله بعد نصف ساعة طلعي زوجي وضمني وأنا أدف ووصيح عليه وحلفت أني أروح السفارة لكن أسلوب وذوق وقدر يضحك عليه ويوعدني أني يسفرني بس مسألة وقت وقال أدخل الآن واعتذري من أمي ونفذي طلباتها وأوعدك يتغير الحال ونعيش أنا وياك البيت لوحدنا عشان خاطري أصبري تمالك نفسي وهديت شوي ودخلت وسلمت على راسا واعتذرت الله ورجعنا في الكرف والطبخ والتنظيف وأخدمهم أفضل من ألف شغالة وإذا مرز علت أو مرت أخذني زوجي حديقة أو كوفي أو مطعم أغير جو ويرجعنا لبيت يعاملوني كأني جاهلة أمي يستحقروني لو جو في يدي كتاب لغة أقرأ حسيت أني تعبانة ورحت المستشفى وطلعت حامل هنا فرحت مرة وقلت بيتغير الحال اكتشفت أن زوجي زيع المرة وعصب حتى أمه قالت إيش فيك بدري على الحمل ليش ما انتبهت لنفسك ترى هنا مصاريف البابي غالية وإحنا فترة دراسة نحتاج أحد يهتم في البيت والطبخ مو نجلس نراعيك ونهتم فيك زوجي كان بارد جدا ومشاعر وجافة وسلبية ربي هون علي حملي كان خفيف ولا تعبت صرت أدرس أونلاين انشغلت في حملي ودراستي وشغلي صرت عايشة معهم في البيت ولا أعرف عنهم شيء ولا حتى احتك فيهم إلى أن جاني الطلق وداني زوجي وجبت ولد مثل القمر رجعت البيت وكان وقت إجازتهم سافرت أخت زوجي وأمه من نفس اليوم اللي طلعت فيه ولا حتى فرحت منهم بمشروب ساخن زوجي مداوم صار ينام في غرفة الحال مرت علي أيام صعبة كلها دموع وحزن لكن أنا قوية قاومت وصبرت ولدي كان هادي وجميل بمجرد ما خفيت وخلصت أخذت قرار خلاص ما عاد أقدر أتحملهم صح أحب زوجي بس أتمنى كلمة طيبة منهم أقل شيء على خدمتي هذه يعملوني معاملة بشر أحتاج أسالف مع بنت زي ودي أجلس وناكل على صفر يحسسوني أني من عائلتهم حتى لو عزموا عوائل السعودية من أصدقائهم ما يخلوني أجلس برغم أني جميلة وأنيقة أكثر منهم ولو صار شافوني بمكان عام مع زوجي يسألون عني لكن للأسف عاملوني معاملة الخدم قلت لزوجي أبوك تطلقني بروح لأهلي لو ما تجي بالطيب رح أبلغ عنك والله يا سمعتك رح تتدمر أنت وأهلك رح تتحاسب قانونيا هنا توتر جدا وسكت بعد ساعة رح جاب لي بوكي وورده هدية وجلسي ترجاني أنه ما يستغني عني وعن ولده لكن أمه ما يقدر يعاندها وأخذني بعدها إزازة سافرنا ولاية جميلة يمكن أسبوعين شوي رجعت بنفسية كويسة صبرت وتحملت عشانه استمر الوضع كده ثلاث سنوات خرجت بعدها من الجامعة أونلاين الحمد لله وكانت درجاتي ممتازة بعدها في أحد الليالي جاني اتصال من أهلي عرفته أن أخوي حصل عليه حادث ودخل العناية انهرت وبكيت وصحت والصديق ما حتخفف عني ولا حتى بكلمة جنت جنونهم يوم قلت بسافر ما لي قاعد عندكم وعصبت وكسرت الأواني والمرايات وحلفت أبلغ عنهم بعدها وافق زوجي جلسي ماطل بالحجز كل يوم يقولي بكرة بحجزلك إلى أن جاني اتصال بوفاة أخوي وأنا ما شفته هنا جلست صيح وطيعت الشارع باللغة حقوق الإنسان وصلت للشرطة كنت أبكي بالساعات ولا يمسح دمعتي إلا ولدي وقتها زوجي صار سلبي مو قادر يتصرف تمت حجزاتي بس رفضت أمه أني أخذ ولدي كل حقارة تقول عشان ترجعين لو أخذتي ما رح نشوفك قلت له حتى لو أخذت ولدي ما رح أرجع وقبل أن أمشي قلت لزوجي لو أنت رجال طلقني رفض تماما وأدري أن يحبني بس أمه قالت طلقها الله لا يردها أنا أزوجك واحدة أفضل منها ودلسة تضغط عليه إلى أن طلقني وسافرت لأهلي مطلقة ومحرومة من ولدي يا الله كم طالت عليه ساعات الإقلاع كم استنت على كرسي الطيارة وبكيت بدلت دموع دم حرق على فرق أخوي ولا على فرق ولدي اللي متعلق فيني ولا زوجي اللي خذلني وتخلى عني بكل برود وصلت لأهلي ما عرفوني من ضعف جسمي ونحفي وشحوب وجهي بمجرد ما وصلت حضن أمي حسيت العافية تسري في جسمي استخريت وارتحت رجعت لي دفع بيت أهلي وريحة خبز أمي الصباح رجعت لي ضحكة أخواتي وبساطة عيشتني الحلوة رفضت إن أهلي يحتقون فيهم أخلون معاهم في مشاكل عشاني كفاية على أهلي حزن أخوي أفقده كل ما سألني أبوي عن ولدي حاول فيني أتواصل معاهم أرد عليه بكلمة وحدة وهذه ثقة في ربي يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ما بادرت لا بإتصال أو حتى سألت عن أخبار ولدي والله إنه ثلاثة أشهر إلا الباب يدق وأفتح كانت الساعة 11 الصباح إلا أخت زوجي جابت ولدي ومعاه شنطته وكل أغراضه ولا قالت حرف واحد دخلته وبكيت وحضنته وصحت وناديت أهلي وأخواتي وأمي وأبوي وأنا منهارة وردت يأتي الله بها إن الله لطيف خبير وبعد ما هديت وتواصلت عرفت إنهم رجعوا من أمريكا جات على زوجي قضية واستدعوهم للتحقيق ومو قادرين يهتمون في ولدي ولا يفهونه هنا خلاص اكتملت الدنيا في عيني ورجعت لي صحتي عاد أمي وأبوي أول مرة يشوفون ولدي بدت حياتي تصير أفضل مما تصورت الحمد لله وكتب الله لي وظيفة بسيطة براتب 4000 ريال أصرف على نفسي وولدي سعيدة مع أمي وأبوي وبعد ما دخل ولدي أولى ابتدائي تقدم لخطوتي ولد خالي وكان أصغر مني بسنتين رفضت لكن ما يبغى إلا أنا وخطبني مرة ومرتين وثلاثة بس داخل الخوف من الزواج ومو قادرة أستوعب إنه أصغر مني وشاب يتزوج مطلقة ولدها يدرس أخاف من تعليقات الناس وكلامهم الجارح رجع أبوي أعطاه رقمي وقال تفاهم معاها راسلني ومن صديك كلامه أقنعني وتزوجنا الحمد لله بس كان شرطي أجلس قريبة من أهلي وسكننا في بيت أهله مقابل بيتنا وعرفت إنه كان يحبني من زمان لكن ما قيت صارح أحد في الحياة حياتي سعيدة جدا وربي رزقني منه بأطفال الشاهد من قصتي إياكم والظلم زوجي السابق سافر للبرازيل من سنة وكتب الله وحصل عليه حادث دهس وكان متورطين في الحادث أكثر من شخص وأكثر من ضحية توفت في الحادث وكان فيه تحقيق واشتباه سبحان الله أم انحرمت من شوفته ولا استلمت لي جثة وقلبها محروق إلى الآن سبحان الله كانت الرأس المدبر عشان ما أشوف أخوي بعد الحادث وبكل برود تقول بيموت بتبكي شوي وتنسى إحنا نحتاجها صعب تسافر هذا وقت اختبارات وشغل الله يسامحها ويسامح ولدها ويغفر له والله ما جاني منه إلا كل خير بس أمه كانت تجبر على تصرفات شيئنا معي مسامحتهم جميعا ربي عوضني وعطاني ولد خالي عامل ولدي كأنه أبوه والحمد لله على نعم لا تعد ولا تحصى سوف يسأل الله يوم عن مظلوم ظلمته وعين أبكيتها وقلب أوجعته فأحذر وبكذا انتهت قصتنا لليوم ويارب تكونوا استمتعتوا وإذا حابين أسوي كل أسبوع فقرة قصص المتابعين أرسلوا لي قصصكم أو مواقفكم أو هوشاتكم على الإنستا وأنا أقولها رابطة لإنستجرام في اليوتيوب في الوصف أرسلوا ترجمة نانسي قنقر